بوقات الأزمات تزداد الشاعات ويجيك واحد يقول لك السوداني يعتزم زيادة رواتب المتقاعدين والحقيقة الرجال يدرس ومو بالضرورة يعتزم هذه الزيادة والحقيقة خبراء الاقتصاد الصدق مو المستشارين اللي يلونون حقيقة المسلمات الاقتصادية دا نقول الخبراء الصدق يقولون زيادة الرواتب تلهب الأسعار ولا تخفضها واذا الدولة انطتك زيادة مئة ألف دينار على الراتب فترقب انك راح تنفق أضعافه تقريبا خمس مرات ليش؟ لأن هاي نظرية اقتصادية وهذا اللي تعلمناه مولواني مشتبه زيادة الرواتب تزيد كل ما تزيد يعني تزيد معها التضخم النقدي وهذا ما درسناه يمكن باقتصاد الرابع دادي وذا زي دوك ألف دينار فتأكد انه طبقة البيض والمخضر واللحم والمواد الاستهلاكية والغذائية كلها راح تزيد على ألف ألف وتطلع انت المطلوب والحن شنوه هو غير علاق يقول لنه سيد علي العلاق محافظة بنك المركزي فهمنا شنوه راح يسويه عندهم ولت لتشور فات منها اسبوع والسالفة اذا طالت تصير ملحمة اليوم راح للبرلمان والتقى بالنائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي شربه وشويه سولفه وطقطقه وصور ونزلوها بالمواقع مع بيان يقول المندلاوي شدد على العلاق بلزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقا لالتزامات البنك المركز العراقي بس ابد ما اطرق المندلاوي ببيان انه طلب من العلاق على الاقل خفص سعر صرف الدولار ولا العلاق صرح بكلام من هالقبيل فقط قال راح نشدد على المضاربين وبعد شويه من اللقاء سمعت جماعة معتقلين كنا مصاحب محل صيرفة بالرمادي ما دريش امتع بين روحكم ورحتوا للرمادي ترى بنك المركزي هنا ببغداد والحوالات تطلع مننا من بغداد والدولار يطلع مننا من بغداد واللي يشتروا مصارف وصيرفات مجرد وسطا ثانويين هو هيش نبدو بحل الأزمة يا محافظة البنك المركزي بالوكالة بس يلا ما يخالف نصبر على أولها حتى نعرف شنو تاليه بس العلم لا رجع عن تطبيق نظام السويفت اللي راح يأدي بالضرورة على تصفير تهريب العملة أما إذا تبحثون عن الدنانير لصرف الدولارات أحسنوا واقع مصارفكم حتى الناس اثق بيها اثق بالدنانير من تحت الكاشية وتودعها بالمصارف وعلى فكرة كل كلامنا بلا معنى إذا ما حليته مشكلة الشلل بسياق الإنتاج اللي تتوفر عوامله إلا النية الصافية لإنعاشه صفونيتكم وتوجهوا لبناء اقتصاد بلدكم لأن سبعين تريليون دينار تضاف على الموازنة لسد رواتب جديدة أو زيادات جديدة مثل ما صرحت اللجنة المالية النيابية كلام أبداً ممنطقي ولا هذا هو الحل بالمطلق